خطوط عملية هامة في مجال بناء وتطوير القدرات للخريجين الجامعيين للانخراط في سوق العمل وللعاملين ايضا لصقل معلوماتهم ومهاراتهم بما يعود بالفائدة على ادائهم ومؤسساتهم التي يعملون بها الجامعة الافترضية السورية تطلق مركز التعليم والتدريب المستمر القائم على اجراء دورات تدريبية للخريجين الجامعيين والعاملين في المجالات المختلفة عبر ضخ علوم جديدة تواكب التطور الحاصل في الدول المتقدمة المركز تم انشاؤه باطار الرؤية اللي تم احداث فيه الجامعة الافتراضية بسنة الـ 2002 المرسوم طبعا تم لحظ انه فيه سكشن كامل اللي بيخص التعلم مدى الحياة المركز بيستهدف كافة الشرائح العمرية بشكل اساسي شريحتين الاول شيء الخريجين الجدود اللي خلصوا تعليم اكاديمي ويحتاجوا لنوع من التدريب منشان يفوتوا بسوق العمل والسكشن التاني هو السينيورز او الاشخاص اللي لهم زمان بيشغل وصاروا بيحتاجوا ليعملوا update لمعلوماتهم وتقسم فروع المركز الى مجموعة من المساقات التعليمية التي سيبدأ بها اعماله وهي الشبكات والاتصالات البرمجة الهندسة المدنية والمعمارية الهندسة التقنية الاقتصاد والادارة الاعلام والتدوين الرقمي السياحة والاثار الشؤون القانونية الشؤون الاجتماعية والانسانية الشؤون التربوية الشؤون الصحية اللغات والعمل عن بعد الحقيقة مثل ما بنعرف نحن القطاع السياحي من الانشطة الاقتصادية المهمة في اي بلد نحن بلدنا الحقيقة فيها مقومات سياحية عديدة هالمقومات بدأ خدمات بجودة عالية والجودة تتطلب الحقيقة برامج تدريب وبرامج ترفع من سوية الكفاءة والمهاردة العاملين في القطاع السياحي هذا المركز الحقيقة بيتميز فيه هو الاساليب الحديثة التجهيزات المتطورة التقنيات التعلم الالكتروني والتدرب على استخدام هالاساليب الحديثة الحقيقة هو شيء مميز وشيء جديد رح يرفع من كفاءة الحقيقة كل من يرغب بالتدرب في برامج التدريب السياحي وتهدف الجامعة الافتراضية من خلال اطلاقها هذا المركز المنفذ من قبل شركة خاصة لأن تكون من ضمن الجامعات المصنفة عالميا ولأن يحتل المركز موقعا متقدما في مجال التدريب والتأهيل على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي سيتم تأديم خلال مجموعة من الدورات التدريبية ضمن المساقات مختلفة سيكون هناك مساقات بكل المجالات كم تهم اقتصاد المعرفة كل المؤسسات والافراد العاملين بمجال اقتصاد المعرفة معلوماتية واقتصاد وإدارة وسياحة واعلام وتدوين رقمي كل هالمجالات كلها سيتم تأديم مجموعة من الدورات التدريبية التي تساعد الأفراد حتى يطوروا مهاراتهم ويكونوا قادرين على مواكبة متضلبات سوء العمل طبعا التدريب سيكون فيه عدة أنماط سيكون تدريب عن بعد من خلال منصة تدريب مخصصة للمركز تم تطويرها من قبل المهندسين جامع الافتراضية السورية ممكن يكون فينا دورات تدريبية فيس توفيس بالمركز حسب طبيعة الدورة التدريبية وشو هي متطلباتها البداية من دمشق كخطوة أولى والانطلاق فيما بعد ومن نجاح المشروع إلى المحافظات ما سيساهم في خلق كوادر عمل أكثر حرفية وأعلى أداء